تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القوية وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع وتمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في التقرير التالي استمرار للجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وكفر الشيخ لقيام عناصرهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح عن طريق إداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في تزوير المستندات والمحرارات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة وعلى صعيد تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمجنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وسهاج لقيام عناصرهما بالاستلاء على قرابة خمسة ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة الأدوات المنزلية والأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من راغب السفر للعمل بالخارج والاستلاء منهم على مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه من كل راغب في السفر بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد ونجحت في ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصر التشكيلين بالاستلاء على أموال من مواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المستولى عليها وفي مجال التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والفيوم لقيام عناصرهما بتزوير المحررات الرسمية وتروجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية اشتركوا في القناة